بقول لأحمد جعف كان لازم نهر وبراجب بيعبع بيعلمي كرات طولية ليه من اولها كده بسم الله الرحمن كم مفروضة بقى مجبوب بقى نهرات صحي كده اللي هو اعتقد كان حابب يعوص في شرط الاول يعني اه عايز يلعب بفيرودين يخلص من الشرط الاول الاثنين وبعد كده تمشي بقى بسجال الشرط التاني قولي بقى ما تتفرج علماتش النهاردة بشكل عام لا هو ده الزمالك هو ده الزمالك اللي هم تعودين عليه يعني اللي هو في الاول الدنيا تبقى صعبة جدا ولادها متعسرة زي بيقولوا وبعد كده الدنيا الحمد لله رب العالمين لازم يديك الصعب الاول بعد كده يسهلوها هم نفس اللعيبة عايشين على كده عايشين على كده لا الزمالك مش اللعيبة الزمالك لو تفتكر الكونفدرالية برضو لكنا اخدناها نفس صح انت بتقول لي مش اللعيبة الزمالك يعني ايه الزمالك يعني الزمالك دايما في ازمات ومشاكل ويدك حتى كده تطلعك من اللي انت فيه عماك من تبقى في عز ما انت مكبوط والدنيا صعبة جدا بالنسبة لك يوم جاي من ديك مطش زي كده تخلي الدنيا ماشى كويس جدا قبل ما تكلم معك فنين واللي حصلت في المباراة اي رأيك في العامل الجمهوري الزمالك النهاردة في المرحمة ملحمة بصراحة والله كيمو حاجة بجد فخر فخر لكل زمالكاوي وفي عز ما انت خسران واحد والنتيجة بتتصعب عليك وخسران هناك اتنين بالنسبة كبيرة الامور وتبقى خلاص شبه محسومة لا الجمهور بحرق الصخر النهاردة وهو اعتقد السبب الرئيسي مش سبب الرئيسي بل هو السبب في الفوز يعني سبب كله كله في الفوز يعني النهاردة صح هتفهم معاك طيب ليه اصولي النهاردة او ليه زمالك النهاردة اخر بهدف في الشوت الاول فنيا بقى ايه اللي حصل في الملعب غلط خلت زمالك مش عارف حتى يهاجم يعني ازاك اتش عانده كله واحدة بس بتعتش كبالة غير كده مفيش بص هو حتت برضو اعتماد على فرودين وازاك ما بلعبش فرودين اصلا بقى له فترة كبيرة وكمان الجزيري بقى له فترة بعيد وناصر كمان ما بلعبش بقى له فترة فهي حتة غريبة شوية ووباما لفترة اخي كان ماشي بشكل كويس فجأة عدو فاذا انفقت جزء كبير في قلب الملعب فزي ما انت قلت الاعتماد على الكورة طويلة اصلا هو ازاك ملعبش بكورة طويلة اصلا من ساعة مراجل جيه ازاك ملعبش بكورة طويلة خالص انت بتحب تلعب على اطراف اه طبعا بس بيفخ اختراكات من زيزو ان شاء الله بيلعب بالعرض دائما حتى هتلاقي جواني الزمالك مش كتير بالهيدرس هتلاقي معظمها بتلاعب بتحت حد بيخش يصوب حد بيقطع يبجون فهو زي ما انا قلت لك انه هو بدأ من الاول اصلا بدأ تقريبا التشكيل غلط ان انت اصلا الفيروديل حتى اللي بيلعبه ما يلعبوش يعني حتى لو اللعبوا جانب بعض مجرد دقايق ما لعبوش متساك كتير جانب بعض والفيروديل لسا راجعين يعني الجزير لسا راجع وناصر لسا راجع فانت قريدي التجربة نفسها مش جاي تجرب في وقت زي ده انت خسران خسران هنالك 2-0 فانت محتاج انك تعوض فهو مش وقت تجرب زي ما الناس بتقول يعني انت محتاج ان انت تضغط على فرقة دي وبتضغط بلعب الكرة هو معظم زي ما بقولها في الحاكمه فافريكيا انت بتسهل عليهم الدين لما تلعب طويلة معهم هم قوية جدا في الالتحام وفي الصراعات الهوائية وعالأرض لكن انك هتلعبهم الكرة دي هتبقى سهلة بالنسبة لك جدا فهو لما بدأ اشتغل كده الشهوط التاني بعد نزول اوباما فبدأت الدنيا تفتح معاك مساحات وبقت سهل بالنسبة لك الدنيا فتحت جدا وبقى جبت وعوضت ورجعت الماتش وعملت المنتدى وجبت 4 جوان في شهوط فدي وعدها يعني اذا انت لو بدأت كده بالاول كنت كان ممكن نبقى النتيجة كمان تتسهل عليك كتير جدا كنت ممكن خلصت اتنين الشهوط الاول قال لها حاجة